حول الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ومسألة الأسر ماذا تعني للمقاومة الفلسطينية وماذا تعني للاحتلال الإسرائيلي بالنسبة للمقاومة الفلسطينية أو جانب فلسطيني هي مسألة كرامة وطنية بنتمثل في فداء الأسرى الفلسطينيين موجودة في سجون الاحتلال وهذه الوسيلة الوحيدة المتاحة من أجل الإفراج عن الأسرى الموجودة لدى الاحتلال ولا توجد وسيلة أو إمكانية أخرى يعني ممكن التعويل عليها في الإفراج عن الأسرى مع الاحتلال ولسيما أن فكرة تبادل الأسرى موجودة في حالة انتهاء النزاعات وأفق انهاء النزاع الفلسطيني مع الاحتلال هذه غير قائمة وغير واردة فيعني أصله لم تتمكن من وصول إلى هذا الحل ورغم إطلاق صراح بعض يعني كثير من الأسرى لأنه بقي عدد الكتلة الصلبة من الأسرى المتهمين بقتل يهود أو جنود أو مستوطنين بقوا معظمهم في السجون ومنهم الآن من يقضي 40 عاما في السجن أطول فترة السجن في العالم يعني موجودة في داخل السجون الاحتلال إسرائيلي بالتالي لا خيارات أمام الفلسطينيين إلا أن يكون لديهم يعني ما يجبر الاحتلال على تقديم تنازل في هذا الملف وأصل جنود إسرائيليين في كل فرصة تتاح للمقاومة فلسطينية هذا طبعا لا يحد حدود يعني كما قالت قياة المقاومة أنه لن يكون لدينا أي قيد يمنعنا من عملية أسر جنود الاحتلال وهؤلاء جنود وليس مدنيين يعني ليس رؤاء يعني كما يحاول الاحتلال أن يصوروا هؤلاء جنود تم أسرهم من الميدان يعني جنود من في الميدان وهو داخل قطاع غزة يعني كل الأعراف الممثيقة الدولية تعطي الحق في أسره وحجزه حتى يتم تحفظ تفابل اشتركوا في القناة